8 قرارات اقتصادية هامة في وقت دقيق جداً حابين نعرف تفاصيلها أكتر من حضرتك ونعرف أستاذ المشاهدين عليها أكتر خلينا في البداية نتكلم من فهمة الرئيس في ظل الظروف الموجودة دي بيثبت كل يوم أنه من نسيج هذا الوطن يعني من نسيج المواطن يعني حاسس بالمواطن حاسس بارتفاع الأسعار حاسس بالتدخم لما نجي نبص للزيادة اللي حصلت تكلمنا عليها زيادة استثنائية من 300 إلى 600 نسبة تكلم على أنها 300 جنيه لأ هي 100% زيادة يعني لما نجي نتكلم أنه في 100% زيادة حصلت لأصحاب المعاشات ولحياة كريمة اللي بيستفيد منها تقريباً حوالي 5 مليون أسرة وبالنسبة للمعاشات حوالي 11 مليون مواطن هيستفيد من الرقم بتاع 300 جنيه النقطة الثانية زيادة الحد الأدنى للأجور طيب معلش وحنا في المعاشات أي مواطن على المعاشة هيستفيد من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن النقطة الثانية زيادة الحد الأدنى للأجور برضو احنا بنتكلم من 3500 جنيه لقرابة الـ 4000 جنيه يعني بنتكلم في زيادة تقارب الـ 15% 14.3 من 10 أنا ليه بقولي النسب دي لأن احنا عندنا معدلات تضخم في مصر طلع خلال السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها منذ حرب روسيا و أوكرانيا وصلت التضخم لمصر ليه ما يقترب من 36% لما نجد أن فخامة الرئيس بيتدخل بقرارات تمس الأكثر احتياجا بنسب أقلها 15% أو في حتة تانية 100% وارفع الحد الأدنى للأجور ويعفي المزارعين من أعباء الديون الفئات المستهدفة من هذه القرارات هي الفئات الأكثر احتياجا وهي الفئات التي تحدث عنها فخامة الرئيس في حتة أنه هو ده المواطن اللي تحمل مصر وهو ده المواطن اللي احنا بنطلبه أن ينتج في ذات الوقت بنقوله أن الدولة معاك أن الدولة بتقدم لك تسيرات وتسيرات عشان تقدر تمر بالأزمة اللي بتمر بها مصر نتيجة التضخم اللي تقريبا يعني كل دول عالم بتعاني من هذا التضخم مهم